في استقبل أمس الرئيس والموريطاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصري الرئاسي في نواك شوط المبعوثة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف صحراء الغربية ستيفان ديمستورا في طاري مساعي حيائي العملية السياسية حول الصحراء الغربية وحسب رئاسة الموريطانية فقد جرت المقابلة بحضور وزير شؤون الخارجية والتعاون والموريطانيين في الخارج محمد السالم ولد مرزوك ومدير ديوان رئيس اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية وشغل منصب المبعوثة الأممية السابق لليمن وقد تركزت المناقشات على نتائج زيارات المبعوث الأممي إلى المنطقة ودور واكشوت في تسهيل حل النزاع مذكرا بأن موريطانيا تعترف رسميا بالجمهورية الصحراوية وتأتي هذه الزيارة استمرارا لجولته في المنطقة حيث كان ديمستورا قد توجه في بداية الشهر إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين أين التقى بالرئيس الصحراوي والأميني العام لجبهة البوليزاري إبراهيم غالية